السلام عليكم سوف نقوم بإمكانكم فيديوهات على مشروع قانون مالية لسنة 2025 و سوف نتكلم على بعض النقاط و بعض التغييرات التي ستكون ابتداء من سنة 2025 مع العلم أن هذا مشروع فقط يمكن أن يكون بعض النقاط التي سوف نتكلم عليهم و لا سوف يطبقوهم لكن عادة ما يكون في المشروع بالنسبة كبيرا سوف نقاوه في قانون مالية النهائي اليوم سوف نتكلم على أصحاب الضريبة الجزافية الوحيدة تذكير صغير سوف نقول لكم ملخص صغير على هذه الفئة هذه الفئة لديهم نظام جد مبسط و لديهم تصريحين في العام اللي هما جي دوز للو ديلي تاوسي لتونة جوان والجي دوز بيز للو ديلي تاوسي لفين جونوي دوان بلسان و ينحي يصرحوا برقم الأعمال و يخلصوا نسبة 5% أو 12% من رقم الأعمال ليس في الضفر على حساب الاختي فيتي على حساب النشاط إذا شراء بيع أو إنتج سلا يخلصوا 5% و إذا خدمت يخلصوا 12% و كين تاني كني عندهم بطاقة المقاول ذاتي هدو تاني كتابين لهذا النظام و شنو عندهم يخلصوا 0.5% من رقم الأعمال و الحد الأدنى للضريبة لهادة الفئة الضريبة الجوزافية الواحدة هو حاليا 10 ألف دينار جزائري إذا أنت عندك رقم أعمال صغير بزاف ولا ما عندكش كامل رقم أعمال عندك حد أدنى لهو مليون تعليزان بو لازم تخلصوا حتى و ما يكونش عندك رقم أعمال و حسب مشروع قانون المالية لسانة 2025 الحد الأدنى هذا رح يطلعه نحي ولي 30 ألف دينار جزائري و شنو عنده بطاقة المقاول ذاتي يزون غاردي لهمام لسو مينيموم يزون غاردي لهمام لذلك الحد الأدنى ما تبدلش لي عنده بطاقة المقاول ذاتي اللي هو مليون للعام نروح نشوفه للوا نقرأ وها كيف كيف فادة 365 مكرر لا يمكن أن يقل المبلغ المستحق بعنوان ضريبة جزافية الوحيدة بالنسبة لكل سنة مالية و بغض النظر عن رقم الأعمال الخاضعة للضريبة عن 30 ألف دينار جزائري غير أنه بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي لمقاول ذاتي يحدد هذا المبلغ بـ 10 ألف دينار و يجب دفع الحد الأدنى من الضريبة بالكامل في أجل أقصى 30 جوان من السنة المعنية ترجمة نانسي قنقر